هلند و امبابي تحدي سطوري بين اللاعبين منهم راح يوصل للطاقة 100 اسرع خلال 10 مواسم راح نشوف اليوم حسب قواعد انا خليتها اكيد كل 10 اهداف راح تساوينا نقطتين 10 اسستات يساوي نقطة وحدة 10 مباريات تساوي نقطة وحدة وكل موسم راح تزداد الطاقة 5 نقاط فهذا التحدي بكل بساطة سجل واصنع ولعب اكيد راح تطور اسرع يا امبابي ويا هلند طبعا هذا التحدي سويته بين كريستان رونالدو وليو ميسي قبل فترة يا شباب فاني ما شافه خلي روح يشوفه ورابط موجود بالوصف اسفل الفيديو يا رب انذكر اخليه اذا ما خليت يا شباب رجع للقناة قبل سبوعين ثلاثة موجود الفيديو تحدي كان رهيب قوي جدا بين ميسي و رونالدو فانصحكم ترحون يشوفه واليوم هلند و امبابي منو يتوقعون راح يفوز بمقطع اليوم بس قبل كل شي السلام عليكم هلو الله بالشباب اللايك و الاشتراك اذا انت جديد يا صديقي اتمنى تشترك بالقناة شوفوا شباب انا بلشت منطاقة 47 عكس المقطع الاول لان المقطع الاول بلشنا منطاقة صفر وشفناها طولت وتعبتنا وما كانت اعتقد هسا احسن لكن مثل ما قلت لكم القواعد موجودة وعرضتها لكم بداية الفيديو بما انهم اثناناتهم مركز الهجوم خليتهم اثناناتهم هجوم والاثنين راح يلعبون ستيا شباب مثل ما يشوفون فاهم ما رح نتحيز ليا احد مثل ما يشوفون جوه حركة مهارة والقدم الضعيفة الاساسية اللي عدك اللاعب انا ما تلاعبت بيها ولا راح العب بيها طبعا من يا دوري راح تبلش راح نبلش يا شباب من الدوري الهندي لقيت هذا الفريق بالدوري الهندي راح نلعب خلنلعب لنا موسم او موسمين بهذا الدوري او نطلع بنهاية الموسم خلينا نحول على دوري ثاني ان شاء الله في الله الى نهاية الموسم الاول وخلينا نشوف منه راح يطور اسرع اوكي خلصنا موسمنا الاول الدوري الهندي يظهر بي اندية قليلة يا ولد اوه الدوري على شكل كأس يا شباب مثل ما يشوفون فريقنا محتل المركز الاخير مسجنين 26 هدف يا رب هلند ومبابي مسجنين احنا نهتمم بتطوير اللاعبين اوكي خلينا نشوف الاحصاءات مباشرة اول شيء المشاركات 19 بعشرين معناتها متعادلين تقريبا فراح يزداد كل واحد حبتين حبتين عن المشاركات هلند مفروض ما يزداد بس قريب من العشرين فننطي حبة هدف واحد بس وعليه فراح يطور هلند حبه ومبابي ما رح يطور اضافة الى اربعة اسيست لمبابي للاسف ما رح يطور يحتاج عشرة يلا ياخذ حب التطوير فبكل بساطة رح يصعد كل واحد هلند رح يطور ثلاث حبات ومبابي رح يطور حبة تيم بس يا شباب طاقة اما بالنسبة الاهداف والاسيستات الزادي يعني هلند بقى لثلاثة هداف مبابي اربع اسيستات وهدف يا شباب رح تنضاف بالموسم الجاي فاكيد ما رح نظلم اللاعبين باذن الله هلند طاقة خمسين امبابي طاقة اوكي نقلنا اللاعبين الى الدوري الياباني شاء الله يا رب يكون نظام دوري الياباني نظام عادي ممثل الدوري الهندي ايوالله وعدنا كم نادي حلو عشرين نادي وعليه يا شباب رح يلعبون ان شاء الله مباريات كثيرة باذن الله فيالله الى نهاية الموسم وخلي نشوف منهم رح يطور لكن قبل ما رح نهاية الموسم انا نسيت الخمس حبات لكل موسم فيا شباب لازم نعطيهم كل واحد خمسة هلند خمسة وخمسين ومبابي اربعة وخمسين لازم يصير فيالله هلند خمسة وخمسين ومبابي اربعة وخمسين والى نهاية الموسم بس يا شباب اللي لاحظت ان الدوري الياباني مثل الدوري اعتقد البرازيلي يعني احنا مو ببدايته بمنتصف الدوري فخلينا نطلق النهاية الموسم لكن بعدها رح ننطلق ان شاء الله الى دوري يبدي مثله مثل اوربا اوكي مباشرة بدون اي مقدمات خلينا نشوف الاحصائيات 16 ب16 مباراة لعبوا ومعناتها خلينا نزيدهم كل واحد حبتين على المباراة تمام لنا قريبة على العشرين هلند اشوفه مسجل اكثر من امبابي وما صانعين اللاعبين فراح يزدادون اعتقد الاثنين رح يزدادون هلند عنده منناك ثلاثة وسجل ثلاثة صار عنده ستة فراح يزداد نقطة ويبقى لهدف فهلند عندنا خمسة وخمسين رح يزداد على الموسم خمسة رح يصير ٦ نقطتين مع المباراةيات رح يصير ٿ١ اضافة الى ثلاثة اهداف منك عندنا اوكي رح يصير ٦ هلند ويبقى لهدف امبابي ٨ نضيف ل Alberto ٤ موسم صار ٥ ٩ اضافة الى نقطتين مع المشاركات ٦ عنده هدفين ومنك عنده اربعة هاي ٥ يا شباب이 ويبقى لهدف فصار ٦ ٢ لأمبابي وجبنا اللاعبين إلى نادي الفتح السعودي ومثل ما شوفون هلند ومبابي موجودين ونفس المركز يا شباب لكن هلند فرق حبه بالتطوير الحد الآن على مبابي لكن بعدنا حانين بالطاقات الستينات رح نوصل إن شاء الله للسبعينات مع نهاية الموسم بإذن الله وخلينا نشوف نهاية الموسم مش راح يصير بين هلند ومبابي وعن دوري السعودي أتمنى أتمنى ياخذ نادي الفتح ورح نلعب أكثر من موسم بنادي الفتح إن شاء الله يلا الموسم الأول مع نادي الفتح وإلى النهاية أوكي شباب خلاص موسمنا الأول متحمس الصراحة يشوف شن اللي صار لا بالمركز الخامس رح نلعب موسم ثاني بنادي الفتح يلا يا رب نشوف ش راح يسوون اللاعبين بس خلينا نشوف من هداف الدوري السعودي عدنا أمبابي 13 هدف ثالث هدافين الدوري ممتاز وين هلند؟ هلند عندنا تس أهداف بعد ممتاز ممتاز لأن اللاعبين شاركوا بشكل رهيب أمبابي ثاني أفضل صانع ألعاب أو أفضل صانع ألعاب تقديمًا اللي متعادل ممتاز يا شباب أمبابي يظهر مفجر هذا الموسم يلا مباشرة وخلي نشوف طاقات اللاعبين طبعا بالنسبة لهذه الطاقات أنا ما لعلاقة بها يا شباب هالسحانين عندي طاقات 63 هناند 62 أمبابي يتطوروا ومن حالهم ما أعترف بالتطويرات هذه رح أرجعهم 63 ب62 وأزيد عليهم التطويرات اللي أنا حطيتها والقواعد هذي قانوني من البداية أما هذي التطوير فماهمني وأصلا هو نفس الشيء باقي بس نبقى على اللي إحنا عليها فالحصائيات مباشرة 29 مباراة لهناند 30 مباراة لإمبابي خمسة بخمسة أول شيء من التفقين عليها أحنا تمام شباب ما الموسم فخلينا نأخذها لاعب لاعب نبدأ من هالاند يعني عندها خمسة ما الموسم وعندها منناك 63 هاي 68 عندها 30 مباراة ثلاثة وراح يصير 71 أف بدينا نشوف أرقام خرافية أوكي عندها تسع أهداف مسجل هالاند ما صانع لكن عندها هدف منك هاي عشرة يا شباب هاي حبايتين 71 وحبايتين 73 خلع عيد الحساب وتأكد هالاند 73 بعد التأكد يا شباب أما مبابي يا شباب فكان هناك عندنا 62 نضيف لك خمسة ما للموسم رح يكون عندنا 67 30 مشاركة ثلاثة نقاط هذه 70 أوه 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 بعد الفارق هالاند عندها 73 هل رح يقدر يوصل كينار لمبابي أتوقع يقدر عندنا 13 هدف كم هدف عندناك 14 أوكي رح يزداد بس حبايتين يا شباب هذه 72 لأمبابي 72 يا شباب لأمبابي رح يبقى لأربع أهداف أوكي فأمبابي رح يكون عندنا 72 وهلاند 73 لكن يا شباب كينيا المبابي عنده 7 أسست ياخذهم إياه للموسم الجاي وأربع أهداف هلاند ما عنده أي شي ياخذ للموسم الجاي في الله خلين نطور اللاعبين ونشوف الطاقات كيف رح تكون هسة يلا مثل ما شوفون هلاند 73 ومبابي 72 أريدهم ياخذون الدوري إن شاء الله بالموسم اللي بعده فخلنا رح نهاية الموسم وخلنا نشوف اش رح يقدروا ياخذون الدوري أو لا أوكي خلص الموسم الرابع خلنا نشوف مركز لا ليش 15 خلنا نشوف يا شباب الترتيب أو الأهداف وهذه الأمور هلاند ومبابي بشرون أوكي 30 مباراة لعب كل واحد من عندهم يظهر اللاعبين ما مسجنين واضح أنه ما مسجنين شوفوا عندنا 6 باثنين لا والله الأداء كان سيء الصراحة مبابي أكثر مسجل لكن هلاند مسجل ستة وصانعة اثنياً مبابي هل سنة مصانعة بس واحد غريب المهم لاعبين 30 مباراة فهاي 3 حبات والموسم هاي 8 حبات زيادة 6 أهداف لهلاند رح يزداد حبة لأن كل 5 أهداف هو حبة وحدة العشرة حبت هنا يا شباب فهاي 9 ويبقى له هدف الأسستات هدف هين يبقى له يعني يبقى له هدف هين أسست وهدف وتسعة حبات يزداد فطاقة هلاند رح تكون عندنا 82 رسمياً مثل ما قلت لكم يا شباب 75 ما لها دخل بداية الموسم كانت طاقة هلاند 73 فهاي رح يصير 82 أما كنيان مبابي فالموسم بدايته كان 72 فرح نعطيه 3 على المشاركات و 5 على الموسم هاي 8 إضافة إلى 8 أهداف يا شباب و 1 أسست وهي رح تنطي بونس أعلى ليش هسا قلكم ليش عنده من ناكا 7 أسست و 1 صار 8 أسست يبقى مثل ما هو طبعا ما رح يزداد عن طريق الأسستات لأنه 10 أسستات يلا تنطي حبا لكن 8 أهداف عنده منك يا شباب 4 أهداف فرح يصير 12 هدف رح ننطيه 2 ويبقى له 2 فطاقة كنيان مبابي رح تكون 82 بعد إي نعم 82 لهلاند 82 لهلاند 82 لهلاند 82 لهلانبابي والمنافسة اشتعلت و مثل ما شوفون اللاعبين طاقاتهم 82 هس يا شباب الموسم هذا الجاي رح يكون إثبات جدارة لكن رح نطلع من الدورة اللي احنا به أعتقد رح نروح للدورة الإسباني نعم رح نروح للدورة الإسباني وانتقل إيش رايكم لإشبيليا يا حبيبي رسميا بإشبيليا رح يلعبون اللاعبين مثل ما شوفون فرح نكمل هذا الموسم موسم مهم بعد هذا الموسم رح يشوف الكرة الذهبية اللي ياخذ الكرة الذهبية رح يحصل بونس عالي يا شباب على الطاقة فخليني شوف منه رح ياخذ الكرة الذهبية إذا كان واحد من عدهم رح ياخذها لكن متأكد أنا بداية الموسم رح يوصلون واحد من عدهم الطاقة 90 100% خمسة مال الموسم رح توصل ل 87% فبالراحة رح يكون 90% إن شاء الله إذا شاركوا أساسيا أوكي شبيليا تلعب دورة إبطالة أوروبا لكن خسرتها يا شباب ما أعتقد ياخذها صعبها أوكي شباب خلاص الموسم خليني شوف مركز شبيليا أعتقد مركزهم متأخر بالفعل مركز عاشر شفت بالتخطي كانت نتائج جدا سيئة خليني شوف الهداف مبابي 16 هدف جيد هلند وين هلند أوكي هلند ماكو يا شباب لا نشوف شنو سووا بالموسم طاقات عدنا 82 ب82 خلصنا عليها الموسم ذاك يا شباب وبيضينا هذا الموسم فما عليكم بالطاقات الموجودة حانيا لكن المشاركات نعتبرها 50 ب50 50 ب50 نعتبر هنا مقاربة لل50 فخمس نقاط بخمس نقاط وخمس نقاط ما الموسم هذه الطاقة وصلت 92 ب92 لكل لاعب بالراحة من أول المشاركات لكن عدنا الأهداف يا ولد حلم بابي مسجل 17 وعنده مناك هدفين هاي 19 هدف رح يزداد ثلاثة ويبقونها أربعة ايه يا شباب رح يزداد ثلاثة ويبقونها أربعة لكلان امبابي وأسستات جاب ستة وعنده ثمانية رح يزداد حبة طاقة فرح يزداد أربعة ومنناك عشرة أربعة طعش على الطاقة وطاقة الثنين امبابي وصل للستة وتسعين يا شباب اي نعم للستة وتسعين موسم الجاية تحدية مختلف لازم يكون أما هلاند فالعشرة رح ياخذها ما الموسم وما الخمسين مشاركة تقريبا فهاي عشرة زيادة لهلاند عنده منناك هدف واحد بس هلاند وسجل اليوم تلتعاش فرح ياخذ حبة طاقة يا شباب بس فصار 12 زيادة أسستات بعد عنده منناك أسستين فما رح يزداد على الأسستات فرح يزداد هلاند 12 على طاقته ورح يصير طاقته أربعة وتسعين شباب ما تحيزت لأي لاعب مثل ما شفتوا اللي ما فهم يرجع ويفهم يا شباب بالبداية شيني قلت لكم عندكم مشكاليات وتحيزت لأي لاعب لكن حانيا عندنا هلاند ومبابي موسم الأخير كيف رح يكون موسم الأخير مجرد على الأهداف ايه نعم يا شباب مجرد الأهداف عندنا الكرة الذهبية اللي ياخذها رح يحصل حبة طاقة زيادة الكرة الذهبية مبابي باقينا ثلاثة ويوصل للتسعة وتسعين ويصير ماكس فقريب جدا اوكي يجوا اللاعبين يا شباب لكن نحن بحاجة لطاقات يعني الصراحة محتاج تشكيلة لبني على السريع لأن مانشستر سيتي متغيرة تشكيلتهم حارس مرمان رح نبقى عليه درسون بالنسبة لخط الدفاع روميرو رح نبقي لكن نجيب لنا مدافع ثاني قوي قلب الدفاع رح يكون عندنا ماركينيوس كانسلو ظهير يسار حكيمي ظهير يمين خط الوسط عندنا بيدري وكامافينغا هذه التشكيلة رح ناخذ بها دولة ابطالة ربا ان شاء الله اوكي حاليا انا اعتقد اني جاهز انطلق النهاية الموسم لا رح ننطلق النصف الموسم يا شباب حاليا اللاعبين واحد اربعة وتسعين واحد ستة وتسعين اهداف وبس يلزيد الطاقات كل عشر اهداف رح يزداد حبة طاقة واحدة بس النصف الموسم رح نشوف اش رح يصير المرشحين للكرة الذهبية اوه هلند و مبابي اثنينات هم موجودين وبعد عندنا يا شباب حتى فودن وجواه فليكس خلينيشوف منه رح يفوز بالكرة الذهبية و لاعب السنة لااااااااااا ولا حتى هلند فودن فاز بلاعب السنة للاسف اعتقد ان هم دوري ابطال اوروبا بالموسم اللي راح ممكن اوكي الشباب وصلنا نهائي دوري ابطال اوروبا الفريق قوي جدا وشفت انتصارات رهيبة وتوقع الدوري انه خلينا شوف الدوري نهائي راح يكون ضد يوفنتس مثل ما شوفون هذا طريقنا بدوري ابطال اوروبا لكن مو مهم عندنا الطريق ولا ايشي عندنا الدوري مهم جدا فزنا بالدوري 84 نقطة 82 هدف سجلنا بابي وهلان مشتغلين يظهر بشغل جيد فايزين بكأس السوبر الانجليزي فايزين بكأس الامارات وكأس الكاراباو وبعد فايزين بي خلينا شوف منه هداف دوري ابطال اوروبا ومبابي وريانا رينا رينا ما اعرف هذا اللاعب المهم يا شباب فارق هدف بس فممكن مبابي ورح يكون هداف كما فينجو وبيدري يشوفهم مسجلين اكثر من هلاند بدوري الابطال غريب سيلفا يعني هلاند مو هو هداف بالابطال ولا ايشي عانينا بهداف الدوري الانجليزي امبابي 27 هدف هلاند 16 هدف واضح انه مبابي متفوق بشكل رهيب الاسستات لبيدري طيب يا شباب قلنا احنا كل 10 اهداف رح ننطيح حبة نقطة وحدة خلينا شوف منه سجل اهداف اكثر 94 طاقة لهلاند 96 لكيديان امبابي مثل ما بدينا بيها ببداية الموسم اروح مباشرة على الاحصائيات الى و 65 مشاركة 65 26 هدف سجل هلاند 42 هدف سجل امبابي يعني امبابي رح يزداد اربعة طاقة فوق ال 96 وصل للطاقة مئة رسميا كيديان امبابي اما هلاند فراح يزداد يا شباب طاقتين ونص يعني رح يوصل لل 96 خلى 95 او 97 فمئة لها امبابي 97 لهالاند الفوز يكون لكيديان امبابي اوكي شباب للاسف خسرنا نهاي دولة ابطالة ربا ضد اليو في 3 اثنين لكن انتهى مقطعنا لليوم لايك الاشتراك تفعت بها شكرا للمشاهدة انبابي فاز بالتحدي وعندنا من هناك قدوم فاز الفارق قليل على ميسي فتحدي جاوي منهم وانا تردونه يكون لايك اشتراكات تنبيه شكرا للمشاهدة السلام عليكم